السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية وحالة اليوم بعنوان علاج نقص الانتباه السمعي لدى الأطفال مشكلة من ضمن المشكلات الخطيرة جدا واللي بعانى منها كثير من أبنائنا وهي مشكلة نقص الانتباه أو تشتت الانتباه السمعي هكلم حضرك في الحلقة اللي جاء إن شاء الله عن علاج نقص الانتباه والتركيز البصري خليني اركز معك بشكل دقيق وعميق في نقص الانتباه والتركيز السمعي أي أن الطفل يسمع كعضو هو سامع وكل حاجة لكن المشكلة في معالجة المثيرات المسموعة ومعالجتها معرفيا بمعنى أنه هو بيسمع عضويا اكشفت عليه عند أنفو أزو نوحان جرى قال لي بيسمع ما عندوش مشكلة بس في مشكلة في أن هو يرد عليها بسرعة في مشكلة في أن هو ما ينتبهش معايا طبعا المشكلة دي كتير من الأبناء بيعانوا منها تيجي الأم والأب يقول يا دكتور أنا ابني عنده مشكلة في نقص الانتباه والتركيز أو نقص الانتباه السمعي أن أنا أكلمه ما يردش علي أو أنه أثناء المذاكرة أكون بذكر له مثلا أو بذكر معاه ما ينتبهش لي أنا في عالم وهو في عالم تاني خالص أنا في ودي وهو في ودي تاني خالص أو أنه المدرسين بيشتكوا منه من نقص الانتباه المحفظ بيشتكوا منه من نقص الانتباه أنه ما منتبهش معاهم سمعيا دلوقتي إحنا نتكلمنا في سمعيا بصرين بعدين وأنه المدرسين بيقولوا ابنك زكي هو زكي ما شاء الله بس لو ينتبه يبقى ممتاز جدا جدا يعني نفس الشكوى طبعا زي ما قلت لحركة من المحفظ ولو انتبه سمعيا يتشتت بسرعة ما بيطولش في فترة اللي انتباهه التركيز السمعي وفي بعض المسائل مثلا زي الاسم المطولة بتبقى محتاجة من الابن أو من الطفل أو من الطالب يركز مع المدرس أو يركز مع الأم وهي بتذكر له فترة طويلة وإلا لو تشتت بسرعة وما عندوش طول مدة الانتباه السمعي هنا برضو هتبقى فيه مشكلة هو خلاص بيسمع عضويا بينتبه سمعيا لكن بيطول لا نفس المشكلة برضو اللي احنا عايزين ايه نعالجها طيب ليه نعالج المشكلة بتاعت نقص اللي انتباهه التركيز السمعي لأنها بتضر الأولاد وبتسبب لهم مشاكل كتيرة جدا أولها ضعف التحصيل الدراسي لأن العملية المذاكرة أو يعني تلت حاجات انتباهه تركيزه ذاكر انتباهه باستدخل المعلومات عن طريق الحواس على الأقل عن طريق حاسة السمع والبصر مش هولك اللمس والتزوق والشام بس على الأقل احنا بنعتمد عليهم أكثر اللي حاسة السمع ان انا بس مع المدرس بيقول ايه وبشوف الصبور بشوف الحاجة اللي بيعرضها مسيرات بصرية فبالتالي ضعف اللي انتباهه التركيز أو ضعف التحصيل الدراسي الناتج عن الانتباه السمعي لأنه زي ما قلت لحضيك عملية التعلم سلاسية انتباهه تركيزه ذاكر انتباهه باستدخل المعلومات للمخ تركيز بخزن معلومات في المخ استدعاء اللي هو الزاكرة باستدعي المعلومات اللي انا خزنتها لما يكون في مشكلة في الانتباهه التركيز السمعي أو البصري مفيش ادخال للمعلومات وبالتالي مفيش تخزينه وبعدين مفيش استدعاء فعلشان كده الانتباه هو أول لعملات العقلية المهم جدا ان احنا ايه لازم يكون سليم وإلا لو الطفل عنده مشكلة في الانتباه طبعا هحمل المشكلة زي ما قلت حالك في حاجات كثيرة جدا أما التحصيل الدراسي طبعا زي ما قلت لحضرتك في الزاكرة لانه مش هادر استدعي المعلومة لانه ما خزنهاش صح زي ما حضرتك مثلا كده تحط الحاجة في الدولاب الزاكرة مخازن الزاكرة أو الدولاب والنرفف بتشيل لكن حضرتك بتحط الحاجة في الدولاب ما كنتش منتبهة قوي مشغولة بقى فكريا أو في مشاكل عضوية أو إلى آخره المهم انه حضرتك وتحط الحاجة في الدولاب ما كنتش منتبهة لكن هي مش محضوطة لا محضوطة لكن تيجي الدورة علامة لأيهاش زي الطالب اللي دورها المعلومة ما لأيهاش هو ما استدخلهاش استدخلها بس كان فيه تشوف الانتباه هنا كان الانتباه فيه مشكلة في حد نقص انتباه وحد تشتت انتباه فالمعلومات وهي بتدخل المخ ما كانش دخل بشكل كويس طبعا اللي عندهم برضو ADD أو ADHD اللي هو نقص الانتباه بيبقى أغلبهم أو بيصاب بصعوبات التعلم أو من 20 إلى 30% من اللي بي عندهم نقص الانتباه بي عندهم صعوبات التعلم لأن صعوبات التعلم صعوبات التعلم النمائية صعوبات التعلم أكاديمية النمائية اللي هو الانتباه والتركيز والزاكرة والإدراك والتكوين المفهوم وحل المشكلات وصعوبات التعلم الأكاديمية للقراءة اللي بيسمها dyslexia أو الكتابة لديسجرافيا أو صعوبة فيه الحساب اللي بيسمها dyslexia يبقى صعوبات التعلم النمائية هي المسؤولة عن صعوبات التعلم الأكاديمية ومن صعوبات التعلم النمائية اللي هو نقص الانتباه أولا اللي هو موضوعنا النهار وكأنه اللي بيعليك صعوبات جزء من صعوبات التعلم برضو فبيبقى اللي عنده نقص انتباه بيبقى من 20 إلى 30% عنده صعوبات تعلم كمان اللي عنده نقص انتباه ممكن يؤدي إلى اضطراب العناد الشارد انت بتنادي عليه هو مش بيعند لأنه عايز يعمل جزء من انتباه ولقفة أنظار غير العناد الكلاسيكي التقليدي لا هنا العناد لنقص الانتباه والتركيز السمعي هو عناد شارد هو شارد يعني وكأنه يعني مش بينتبه معاك يعني وبيبقى أحيانا النقص الانتباه أو فرط الحرك بيؤدي إلى اضطراب المسلك برضو يعني نسبة مش كبيرة طبعا لما حد يكون عنده نقص انتباه طول الوقت بننبهه في البيت والمدرسة والآخر بيبقى عنده نقص تقدير ذات حاسس انه مش مبسوط يعني بيبقى عنده نقص صيقة بالنفس لأنه حس انه دايما فيه لوم بيوجه ليه وإحساس بانه هو قليل وإحساس انه هو وحش خاصة انه بتعمل مشكلة في التحصيل الدراسي وممكن يتحكوا عليه زميله طبعا لانه بيبقى فيه نقص انتباه سمعي بيبقى فيه نقص في التواصل السمعي مع الآخرين وممكن نقص الانتباه السمعي ده ممكن يقلل معدل الكلام أو يخلي الكلام داخل مشوة فبالتالي يقلل في الكلام معدل الكلام للأطفال أساسا يعني لكن انا بتكلم حتى بعد كده بيقلل في التواصل ما بينه وبين الآخرين لأن التواصل بالكلام فلازم اكون سامع اللي بيكلمني كويس ومنتبه كويس ومركز أطول فترة ممكنة مع اللي بيكلمني عشان انتبه سمعيا ليه ومن ثم ارد على اللي هو بيقوله وبالتالي بيعمل مشكلة في نقص الانتباه يعمل مشكلة في نقص التواصل مع الآخرين والتواصل داخل الفصل والتواصل مع المحافظ أو التواصل مع حضرتك أثناء المذاكرة طيب ايه اللي بيسبب نقص الانتباه قبل ما اقول لحدك على العلاج بس لازم تبقى فاهم إذا عارف السبب بطل العجب يبقى لما باجي أشخص في الأول يعني الحقيقة بيجي لي مثلا طفل الأم بيقول لأنه عنده نقص انتباه فلازم أشوف إيه السبب الأول لأنه ممكن يكون سبب مثلا بيولوجي ممكن يكون مشكلة في نقل الإشارات العصبية داخل مراكز المخ المسؤولة عن الانتباه والمسؤولة عن ردود الأفعال يعني مشكلة في المخ مشكلة بيولوجية في نقص نقل الإشارات العصبية بين مراكز المخ وكأن انت عارف 3-4-5 وقافينوا بيسلموا بعض دكورة صغيرة مثلا لو واحد مش منتبه بتقع على الكور فبالتالي هو مش منتبه لأنه فيه مشكلة في مراكز المخ طبعا الحد ممكن الحقيقة بيقى عنده نقص انتباه لأنه فيه إصابات دماغية حصلت للطفل حادث معين اتخبط وصغير أو أنه عدوى مايكروبية أو يعني أصيب بيه عدوى فيروسية ممكن يكون فيه أسباب صحية بالنسبة ليه الطفل في نقص الانتباه ممكن يكون ضعف جسدي عام ممكن يكون نقص نسبة له مجلوبين في الدم ممكن يكون أناميا يعني أو أي يعني إيه مكونات تانية يعني الحديد ماشي البوتاسيوم كذا كذا المهم أنه صورة دم كاملة بتقول أنه لا تمام أو فيه مشكلة فيه مثلا الحديد يبقى بالتالي محتاج أول ما هنيجي نعالج نقص الانتباه بالنسبة له لو ضعف جسم عام لا خلاص دكتور تغذية لو هنا فيه نقص نسبة مجلوبين لا هنا يبقى برضه محتاج إيه يعني مكملات غذائية للجزئية دي بتحديد اللي هو المكون أو العنصر اللي نقص جواه اللي بسبب نقص الإيه اللي انتباه أو أنه يكون مثلا فيه ضعف سمع فلازم أكشف على السمع أتطمن أنه ما عنديش سبب عضوي مش المشكلة في السمع المشكلة في معالجة المثيرات المسموعة وإن أنا أفهمها ورد إيه عليها ممكن يكون نقص الانتباه ناتج ليه نقص في الزكاء ونقص في الزكاء ده ناتج منين بقى ناتج من الولادة نفسها أو خلينا أقولك من الحمل لما يعني العام الأرقيتش أو أنه كان إصابة الأم مثلا بعدوة فيروسية أو الأم اتخبطت أو كانت الأم بتعطى مثلا يعني مخدرات أو بتشرب سجاير أو يعني عندها مشاكل صحية أو ده يؤثر على نقص الانتباه بعدين أو ما بعد الولادة أن الطفل سيخن سخونية جامدة أو حمى شوكية أو التهاب سحائي كل ده برضه يسبب له نقص الانتباه أو أثناء الولادة بقى وهو بيتولد كان فيه مشكلة أن المياه نقصت أو المياه يتصفت زي ما بتقوله أو أنه شرب مياه أو الحبل السر يلف على رقبته أو أنه نزل المزرق شوية أو ما عيطش على طول حاجة من دول تعمل نقص أكسجين نقص الأكسجين يؤثر على خلايا الدماغ خلايا المخة أو خلايا الدماغ بتؤدي إلى نقص في الزكاء نقص في الزكاء بيؤدي إلى نقص فيه يعني التركيز الانتباه والتركيز والزاكرة وكل العملات العقلية أو العملات المعرفية يبقى هنا هل المسألة كان حصل نقص أكسجين وهو صغير يبقى هنا نقص انتباه لنقص خلايا ولا حد تشت وتنتباه بس علشان نتيجة ترفر حركة ولا ايه فلازم ابحث عن الاسباب بعمل اختبار زكاء للابناء طبعا بشوف لو حد زكاءه كان تحت السبعين كلمة السبعين يعني تحت السبعين نتعني في اطار الضعف العقلي من سبعين الى خمسين ضعف عقلي بسيط من خمسين الى خمسة وعشرين ضعف عقلي متوسط تحت الخمسة وعشرين ضعف عقلي شديد ولو كان من سبعين الى تمانين فهو يعني بردر لاين او انه هو يعني ضعفي او بيني بنسميه او بطء تعلم بنسميه slow learner طيب ده من سبعين الى تمانين طب لو من تمانين الى تسعين يبقى اقل من المتوسط او تحت المتوسط بيظهر اوي نقص الانتباه لما يكون الطفل زكاءه تحت التسعين خاصة لو من تمانين الى سبعين في بطء التعلم او من سبعين فاقل وكل ما يقل اكتر تحت الخمسين كل ما طبعا كان حصل مشكلة اثناء الولادة نعرف بأثر رجعي اختبار الزكاء يقولي بأثر رجعي كان ايه الموضوع يمكن اختبار الزكاء هنا الحقيقة نسميه من التقييم النيورو سايكولوجي النفس العصبي اللي هو ربما يعطي نتائج ربما علميا بالنسبة لنا احنا يمكن افضل من رسم المخ او الرنين المغناطيسي رنين المغناطيسي او الاشعات او الكلام ده كله يعني ليه لانه بيديني الوظيفة يعني يقولي مثلا فيه مشكلة في النصف الكروي الايمن او الايصر او مشكلة فيه كذا يعني ويقولي بأثر رجعي يعني يعني الاشعات او الرسم المخ او الاشعات المقطعية على الدماغ تديني قطاع معين فيه دماج فيه تلف لكن اختبار الزكاء بيقولي الوظيفة بتاعة الجزء ده وممكن تنعكس عليه ازاي على مستوى الدراسي او على تفاعله بشكل عام فهين اختبار الزكاء يقولي برضو كان ايه السبب طبعا نقص الانتباه ممكن يبقى فيه نقص الانتباه لوحده فيه اضطراب اسمه ايه دي ده اضطراب نقص الانتباه ده اللي احنا عايزين برضو نعالجه فيه نقص الانتباه اللي ناتج عن اضطراب فرط الحركة يعني هو فرط حركة تحرك كتير جدا مابعدش مكانه وبالتالي اصلا ما بيعيرش الاخر انتباه سمعي ولا انتباه بصري ومندفع برضو ما بينتباهش سمعيا ولا بصري لان فيه فرط حركة فعيالج فرط الحركة مع مقص الانتباه فيه حد مثل مقص الانتباه ناتج عن كهرباء زايدة هنا رسم المخ بقى اللي يقولي نتيق فيه كهرباء زايدة او مفيش لو فيه تشنجاد بنقولي بقى رسم المخ يبقى نقص الانتباه ناتج عن كهرباء زايدة او في حد مثل مقص الانتباه ناتج عن اضطراب في التواصل او توحد بسيط او متوسط او شديد كنا ما سميه سبيرجر يعني ده طيف توحد او سمات توحد برضو نقص الانتباه ممكن يبقى ناتج عن التوحد وده برضو ليه اختبارات يعني فيه اختبار اسمه كارز وجيليم ودي اسمه فايفا علشان نقدر ان احنا نقص الانتباه جاي منين ما لازم يكون في ديفرينشال دياجنوسيز لازم يكون في تشخيص فريقي علشان قدر اقول ان نقص الانتباه ناتج عن لا مشكلة عضوية نقص في الهمجلوبين لا مشكلة في اضطراب في المهر لا نقص اكسجين نتيجة فرط الحرك لا نتيجة توحد نتيجة ضعف في القدرة العقلية لازم ابحث عن اسباب نقص الانتباه جاي منين ممكن حد ما يكونش عنده ولا حاجة من الحاجات دي ان ما نقص الانتباه ناتج عن ايه عنده درجة قلق فالقلق عمله دايما مشغول بفكرة معينة وعنده توقع سلبي ومتوتر وإلى اخر يعني فالقلق احد اعراضه نقص الانتباه والتركيز ممكن حد يكون عنده اكتئاب فبالتالي برضو متضايق ومخنوق ومشغول بفكرة معينة في الماضي فبالتالي برضو احد اعراض الاكتئاب نقص الانتباه والتركيز ممكن حد يكون عنده خوف فالخوف ده يخليه طول الوقت مشغول بالخوف بتاعه بالفكرة اللي بتخوفه وبالتالي عنده نقص الانتباه والتركيز ممكن حد يكون يعني مثلا الخوف ده الأم اللي كانت مثلا بتضرب بنتها وعملت لها اختبار زكاء البنت كانت ما شاء الله في منطقها الروعة زكاء 140 يعني في فئة العبقري والمجالات الزكاء كانت كلها ما شاء الله مرتفعة جدا بتقول لي دي يعني عند مقصة كانت البنت الأم بتضرب البنت أثناء المذاكرة في طبعا هنا العامل اللي انفع عليها لو الخوف أحدها يعني والقلق والاكتئاب ومشابه بتؤثر سلما على العامل المعرفية اللي انتباهوا التركيز والذاكرة وبالتالي الخوف هنا كان بيسحب القدرات العقلية ومنها الانتباه للمذاكرة يعني طبعا ممكن برضو يبقى الوسواس القهري الوسواس القهري اللي هو يعني بيبقى مركز على فكرة معينة أو فاعلة معين وعمل ايه يفكر فيه ومش قادر يهرب منه ومشغول به جدا جدا وكأنه مركز في فكرة معينة ومش قادر ده فكرة من جوا يعني ومش قادر يركز مع المدرس أو يركز مع حضرتك أثناء المذاكرة يا دكتور ده طفل عنده سبع سنين معقول يجيله قلق أو اكتئاب أو خوف أو وسواس قهري أيوة أيوة ويحتاج إلى علاج فمسألة معصر الانتباه حضرتك أو حضرتك بتقول معصر الانتباه كلمة واحدة بالنسبة لنا لازم أفهم جاية منين في حد ممكن تكون الأمر وصلة لعنده فصام الطفولة فصام للأطفال أيوة هو نسبته ضعيفة جدا وأحيانا بقى فيه خلط بينه وبين التوحد وأحيانا بقى فيه خلط بينه وبين الضعف العقلي أو التخلف العقلي فمحتاج برضو ايه يتعرف مسألة فصام الايه الطفول طبعا ده بتعرف فرق اختبار زكاء ومشابه يعني ممكن ما يكونش فيه أول حاجة من الأسباب اللي فاتت لكن يكون كل ما هناك أن الطفل حساس جدا وعنده مشكلة في البيت فيه شجار بين الأب والأم فهو قاعد جسدا في الفصل لكن عقلا في البيت والطفل خاله عالي جدا في متصور إنه دلوقتي بابا هدد ماما فهو يرميها من الدور السابع ولا يعني حيقتلها إزاي ولا الطفل بقى اتفرج على كرتون فيه عنف فبالتالي جايب كل أنواع العنف إنه بابا أو ماما حيقتله بعض فهنا بيبقى الشجار اللي جوه البيت هو اللي يسيبه نقص الانتباه فيه طفل بيبقى عنده نقص في الحرمان البيئي أي ما فيش مثيرات سمعية بالنسباله علشان يبقى فيه أصوات حواليه وناس بتتكلم حواليه وخوات بيتكلموا حواليه الأم سكتة دايما فبيبقى فيه نقص أو التنبيه الحسي للطفل من ساعة ما كان صغيره الأم يعني إيه ما بتكلموش ما بتلمسوش ما فيش تواصل سمعية فكل ده طبعا بسببه لنقص انتباهه تركيز سمعي عرفنا دلوقتي لما تقولي لي إنه في نقص انتباه يبقى المهم إنه لازم أشخص كل اللي فات ده علشان أعرف إنه ما فيش مشكلة يعني إيه نقص الانتباه جاي منين وبالتالي محتاج إن أنا طبعا أعالج نقص الانتباه هل مسألة إن أنا يعني أعالج مشكلة نقص الانتباه ده مهم يعني؟ أه طبعا طبعا ليه؟ يعني دلوقتي عايزة نبدأ في العلاج بس ليه مهم يعني؟ لإنه زي ما قلت الحظك كل ما زاد الانتباه والتركيز هي مفرودات الزكاة هيزيد معدل الزكاة كل ما زاد الانتباه والتركيز كل ما هيزيد معدل التحصيل الدراسي كل ما زاد الانتباه والتركيز اللي هو في ضعف العقلي ممكن يطلعوا البطء التعلم واللي بطء التعلم أطلعه تحت المطس تحت المطس أطلعه المطس متوسط لفوق المطس على اختبار الزكاة وبالتالي لما يكون في تدريبات الانتباه والتركيز أو علاج بشكل عام بأي يمكن نوع العلاج اللي هنتكلم عنه دلوقتي طبعا ده بيحسن الأداء العقلي بشكل عام وأداء التحصيل الدراسي بشكل عام وبيحسن التواصل السمعي والتواصل البصري بشكل عام وفي نفس الوقت يحسن بقى صورة الطفل عن ذاته تقبله لذاته تقديره لذاته ثقةه بنفسه وبالتالي ده يؤدي أيضا يعني التقبل والتقدير والثقة بالنفس يؤدي إلى التحصيل الدراسي لأنه لما كان شاف إنه قليل وإنتم قلتوا إنه قليل وإنه وحش وما بينتبهش وكذا خلص قالك ضرب الله عورا عينه ما خسرانا خسرانا فبالتالي ما كانش فيه انتباه لكن مهم جدا ان احنا يعني لما نزود الانتباه التركيز كمان هيؤدي الى ذات الابتكار والابداع بالنسبة له يؤدي الى زادة معدل يعني يؤلل الاناد ويؤلل العصبية ويؤدي الى زادة معدل النجاح والصحة النفسية بشكل عام للطفل طيب ايه بقى عرفت السبب وعرفت ايه اللي انا ممكن لما بعد او زود انتباهه بيتحسن ازاي وإيه اللي بيبقى كويس عنده طيب خلاص انا عرفت دلوقتي التشخيص وعرفت دلوقتي الاسباب فلو كان فيه مشكلة سمعية في السمع نفسه انفو اذن وحنجرة يقول لي هل فيه مية هل فيه شمع هل فيه مثلا التهاب في الازن الوسطى هل فيه فيه دي شغلته يجي عضويا يقول لي لا يا دكتور خلاص او فيه مشكلة علاجها تمام لا ما عندش مشكلة خلاص دلوقتي السمع زي الفل طيب هل المشكلة نتيجة مثلا ضعف جسمي عام يبقى دكتور تغزية ساعد معنا هل النقص يبقى في الحالة دي لا محتاج ايه يعني مكونات واملاح معدنية ومشابه لو كان الحديد يبقى حديد ولو كان كذا ما خدش حاجات اعتباطا لازم تكون نقص عشان ازودها لان ربنا سبحانه وتعالى ان كل شيء خلقناه بقدر يعني كل حاجة بقدر او بقدر داخل الانسان يعني فنفعش ان انا مثلا ايه اخد حاجات بشكل مستمر وانا جسمي مش محتاجة يعني لازم اكون يعني عملت صورة دم كاملة كده علشان اشوف ايه خاصة نقص نسبة اللي هم جلوبين في الدم اللي بتبقى غالبا من 12 الى 16 فلو قلت عن 12 او 11 يعني من 10 فاقل لا هنا في مشكلة وفيها اللي تؤدي الى نقص اللي انتباهوا التركيز السمعي والبصري طيب يبقى علجنا القصة دي سمعيا تمام علجنا تغزية يعني هم جلوبين نقص نسبة هم جلوبين عشان برضو طيب ممكن يكون في درجة توحد اوه محتاج تنمية مهارات في الحالة دي ممكن يكون نقص درجة الزكاء هننمي الانتباه والتركيز والزاكرة وتدريبات لتنمية الزكاء هل ممكن يكون ليه كهرباء اوه يبقى رأس المخ وبتاعه وفيه كهرباء فيه دول الكهرباء هل ممكن يكون في الطراب فرط حركة ونقص الانتباه ناتج اوه يبقى فيه لو كان فرط حركة جديد هيبقى فيه علاج دوائي ليه فرط الحركة وعلاج لتنمية الانتباه والتركيز هل ممكن يكون ليه شجار بين الابوين يا جماعة افضل هدية للاباء للابناء يعني سعادة الاباء يعني افضل هدية يقدمها الاباء لابناءهم هي سعادتهم الزوجية طيب ممكن يكون فيه يعني نقد او توبيخ او تنمر او ان الطفل خلاص شايف انه وحش وبتاع نحسن صورة الطفل عن نفسه ونديله تدريبات للثقة بالنفس هل ممكن يكون الطفل هنا عنده مثلا نقص انتباه ويعني نقص في تقدير الذات والكلام ده كله او اكتئاب او خوف او وسواس يعالج ده نفسيا برضه اذا كان محتاج جزء دوائي اذا كان محتاج جزء يعني علاج سلوكي يبقى مهم جدا يا جماعة انه اول ما ابدأ اعالج لازم اشوف الاسباب علشان اعالج ففي بعض الادوية بتعالج نقص الانتباه السمعي فيه ادوية يعني كيميائية وفيه ادوية زي الامي جسري وفيه انواع كتير جدا جدا ممكن مش لازم حاجة كيميائية قوي لو ما فيش نقص كبير يعني شديد ممكن يبقى ايه حاجات مؤويات عادية يعني طيب بالاضافة الى انه فيه يعني اكلات اكلات ممكن تزود اللي انتباهوا التركيز السمعي والبصر زي ايه زي مثلا الزبيب زي معلقة عسل نحل الصبح على كبات ميدافي زي مثلا يعني الطعام الغنية بالفسفور زي الاسماك او التونة مرة في الاسبوع زي مثلا العسل السبع تمرات الصبح على الريق كافل اللي انتباهوا التركيز طوال النهار زي المكسرات اين الجمل والوز والكاجو ومشابه يعني زي مثلا في نجان شاي او قهوة في نسبة كافيين بتزود برضو اللي انتباهوا التركيز العصير الطبيعية كثرة شرب الماء برضو يعني الجسم بيحتاج الى حوالي مثلا اربعة لتر مية في اليوم فمحتاج ايه شرب المية هو افضل سائل وافضل يعني دواء هو شرب الماء واجعلنا من الماء كل شيء حي حتى الانتباه حيبق حي طبعا لو في نقص في الهوموغلوبين وبتاع طبعا مع الادوية اللي ممكن اكتبها دكتور الاطفال في اكلات زي مثلا الكبدة شوف يعني كل ما هو ايه ممكن يعني هتلاقي لونه السود يعني بهذا الشكل يعني فقر الدم يعني يبقى عالجه مثلا بالكبدة بالعسل السود بالمكسرات برضو بالعسل الابيض عسل النحم بالسبانخ التفاح يعني كل دي حاجات بتحسن الانتباه والتركيز ايا كان نوعه يعني طيب دلوقتي برضو معروف انه بعد ما عملنا عارفنا السبب وعملنا اللاجلة ومحتاج جزء دوائي ومحتاج جزء اكلات ومحتاج جزء تعديل سلوك ومحتاج ثقة بالنفس ومحتاج نشير الشجار بين الزوجين ومحتاج نحسن التواصل مع الطفل ومحتاج تدريبات بقى لانه ترمية اللي انتباهوا التركيز للطفل ليست مجرد كابسولة كده هاخدها وخلاص لا تدريب يا جماعة تدريب تدريب ده في منتهى الاهمية يعني لازم امشط خلايا المخ خاصة لو طفل كان حصل عنده نقص فيه خلايا المخ نتيجة مشكلة اثناء الولادة فبالتالي فيه خلايا قلت وخلايا موجودة يعني الخلايا الموجودة دي اللي محتاجة ان انا ايه انشطها بشكل مستمر فيه طفل ما كانش الايه فيه انتباهوا تركيز سمعي بالنسباله فيه كان فيه حرمان بيئي حواليه برضو لازم انشط ده طيب انا عايز بقى اعمل اربع اهداف عشان انمل اللي انتباهه التركيز السمعي لازم يبقى فيه قوة انتباهه التركيز سمعي تنادي يرد المدرس بتكلم منتبه سمعيين المحفظ بيقول الايه هو معاه ده قوة اللي انتباهه التركيز السمعي جميل يا دكتور بينتبه سمعيين معايا بس فيه مشكلة يا دكتور انه ما بيطولش في الانتباه والتركيز السمعي لا فيه تدريبات كمان علشان اطول بيها زي ما فيه تدريبات لقوة الانتباه السمعي فيه تدريبات علشان اطول مدة الانتباه والتركيز السمعي يبقى التدريبات علشان اطول المدة لان انا محتاجها يعني واحد مثلا ماشي على الطريق هو منتبه للطريق لكن بيعمل حدثة لقد رول انه ما عمدوش انتباه طويل على مسافة الطريق اللي هو ماشي به برضو الحصة مثلا 45 دقيقة هو بينتبه لمدة عشر ده بس باقي الحصة ما بينتبهش ولذلك بيبقى اللي عنده مشكلة نقص الانتباه بيبقى تحصيله في الحصة 30% فقط وبالتالي بيبقى 7% طاير منه وبالتالي طبعا ما بيستدخلش المعلومات عشان كده بيخزناش على شكلنا ما بيستدعهاش وبيبقى فيه مشكلة طيب بعدما زودت قوة اللي انتباهوا التركيز السمي طول مدة اللي انتباهوا التركيز السمي يعني محتاج أزود حاجة اسمها التمييز السمي كل دي تدريبات حولك عليها دلوقتي التمييز السمي أو الانتباه الانتقائي السمي يعني ايه التمييز السمي انه يركز على مثير سمي واحد دون سواه يركز على المدرس بس وما تشتتش سمعيا لأي أصوات جاية من بره بقى يركز مع حضرتك أثناء المذاكرة ويركز سمعيا في اللي انت بتقوليه وما يركزش معه التلفزيون أو أخوه اللي بيعيط بره أو مثلا أي أصوات جاية من الشارع يبقى بيركز يبقى التمييز السمي أو الانتباه الانتقائي السمي انه نعزى يدربه اللي نركز على مثير سمعي واحد دون سواه طيب أنا محتاج كمان طبعا ده بيفيد في صعوبات تعلم حتى بعد كده يعني ايه يعني الطفل أحيانا مش عارف يميز سمعيا بين الصاد والضاد أو بين الضاد والدال بين القاف والكاف فلما عمل تدريبات التمييز السمعي يقدر سمع وبعد كده يميز بين الأصوات المتشابهة وبالتالي يقدر يميز بين الصاد والدال وبين مثلا القاف والكاف وما شابه يعني تمام طيب بعد كده محتاج نخلي التدريبات اننا انا من المرونة في نقل اللي انتباهوا التركيز السمع لانه ممكن يعني يركز على مسير سمع واحد وتنح والمفترض ان كده اتنقلت الحاجة تانية هو مقدرش ينقل سمعيا او ياخد مسافة في نقل اللي انتباهوا التركيز السمعي تكون ضعط عليه معلومة او يكون حاجة مفيدة حضرتك قلتيها وما انتبعش تمام طبعا الحقيقة انه في بعض الاولاد لما بيتفرجوا على الكرتون مثلا الكلام ده كله بيبقوا عايشين جوه الكرتون مش برا الكرتون الرسوم المتحرك وهو قعد بيلعب في اللعبة انت بتنادي عليه هو مش موجود بتقول له كلام هو مش موجود فبالتالي حضرتك هنا لازم يعني لما تتكلم معاه يبقى هو مش مستغرق في فكرة او في احلام يقظة او في لعبة لانه ما بيلعبش هو بيبقى جوه اللعب لان خياله عالي جدا هو بيتوحد مع الغالب في اللعبة او المغلوب هو بيتوحد مع الاسد في يعني لما بيشوف رسوم متحرك بيتوحد مع البطل او مع المهزوم اي ان كانت حالته النفسية بقى وقتها يعني المهم انه لما تيجي تكلميه تقول له احمد احمد يعني عل التون بتاع صوتك شوية وغير النغمة كده فايوة كده انت خلص هو كده منتبه معك مش سرحان ولا في فكرة معينة تجد القلق والاكتاب والخوف اقوله ساس او انه مركز فيه صورة معينة بيتخيلها يعني فراشة مع الدية كده وطول الوقت ايه مركز مع الفراشة وبيتخيلها باشكال وهي كبيرة وهي ضخمة ويجي مش عارف ايه وبتاع ومركز في القطة وعمال يتخيل انها اسد ويبقى لازم تنادي عليه وتفصله عن الانتباهات الاخرى واحمد احمد فيبصلك يعني وبصله في اعنيه كده بهذا الشكل يعني ده انت بس بصري هنتكلم فيه بعدين انت بس سامع لازم يكون مديك وشه كده او على الاقل منتبه معاك وبعدين تقوله روح حتلي الشاحن من جوه الاوضة طبعا قبل كده كنت بقوله هات الشاحن من جوه الاوضة ما جابش وبعدين نتخانق معاك ونضربه هو حضرتك اساسا هو ما كانش معاك لما قلت هات الشاحن من جوه الاوضة لكن لما ينتبه سامعين هات الشاحن من جوه الاوضة هو دلوقتي ايه خلاص نبهتيه بصوت عالي فصلتي عن اي انتباهات اخرى ومشتتت اخرى للانتباه وبعدين قلت له هات كذا ويا حبزة لقلتي انا قلت لك هات ايه عشان تتأكد انه فهم قال انه هنا هو سامع اه بس معالكش المعلومة اللي انت قلتيها لان ممكن كلمة الشاحن تبقى بالنسبة له غريبة ممكن يكون في الرف التالت من دولب كذا هو الرف التالت ده فين واحد اين ثلاثة ممكن باش عارف ده انت بتقولي الكلام بشكل تلقائي لكن هو كل كلمة محتاج يفهمها يبقى لو هو عاد الكلام يبقى فهم الكلام لكن او انا اجيب الشاحن من جوه بس الجوه دي ممكن ياخد ساعة يدور عليه وانت قاعدة بره من دايقة لان هو مش فاهم انت قلتي ايه هتلاقي تحت المخدة ايوا كلمة تحت وفوق فيها مشكلة بالنسبة له يمين يعني ايه التسريحة ومش فاهم التسريح ومش فاهم يمينها من شمالها فوقه تحت كبير وصغير كل الحاجات دي المفترض انه فيه البعض ماش فاهمها اصلا يعني واحنا عملين نحرص في الماء وعملين نتدايق وهو فيه مشكلات عند الولد اصلا محتاج ان هو ايه يعرف طي لما اجي اقولك على تدريب مثلا التنمية اللي انتباهه التركيز السمعي اول حاجة مثلا انا عايز حضرتك يعني تقول له مجموعة ايه ارقام مجموعة ارقام واحد اتنين تلاتة وقوله كل ما ييجي رقم خمسة عايزك تسقف يبقى كل ما يجي رقم خمسة سعف عشان انا عايز اخليي انتبه سمعيا مع حضرتك واللعبة حلوة هي يلا كل ما هقولك انا هقول مجموعة ارقام وكل ما اقول خمسة تسقف تمام بهذا الشكل او معاك قلم وتنقر على ايه يعني المكتب اللي قدامك يعني بس قد بيالك خمسة بس مش خمستاشر ولا خمسين ولا خمسة وخمسين اركز عشان يبقى فيه تمييز سمعي ركز سمعين معايا لما قول كلمة خمسة وحضرتك بقى تقولي واحد اتنين تلاتة اربعة ستة هو هيعمل كده او يسقف او انا قلت خمسة لما تسمع كلمة خمسة طيب واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة كده او يسقف برافو ممتاز وخطيف حضنك وبتاع تزاودي بقى تقبله لذاته وبعد كده تطولي بقى في الارقام وبعدين تقولي خمسة هل هو لسه معك ولا فصل ايب انا كده بزود اللي انتباهوا التركيز السمعي طول المدة بقى في الحالة دي طول الايه المدة ولما بقول خمسة مش خمسين ولا خمسة وخمسين انا بعمل انتباه انتقائي او تمييز سمعي ما بين الخمسة وشبهاتها او شبهاتها تمام طيب برضو هقولك مجموعة ايه حروف مثلا الف به مش عارف كذا 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 ولما تسمع حرف الميم اعمل نفس الكلام سقف او انه اخبط بالقلم على الترابيزة اللي قدامك يعني وبعدين تقدر بقى تجيب الارقام كلها وتقدر تجيب الحروف كلها وتقدر تجيب الارقام عربي انجليزي وتقدر تجيب الحروف يعني عربي انجليزي يبقى من خلال التدريب ده انت بتزود اللي انتباهوا التركيز السمعي معاه والطول المدة على ما تقول خمسة وتقول المدة وتقول الحروف وتأد وتزيد بس ما قلتش الميم لغات لما تقول الميم تشوف بقى بعد فترة فصل ولا كان لسه لأنه في طفل بيبقى ملول لأ يعني طول في المدة قول خمسة ويا حبازة لو فيه تحفيز معنوي بأنك انت براف وممتاز تاخد في حضنك وتحفيز يعني مادي مع كل انتباه لكلمة خمسة وانا هقولها عدد خمس مرات في خلال خمس دقايق مثلا وكل مرة هتعرفها بجد هنحط مثلا ايه نجمة ليك او مثلا جنيع على الاجابة الصحية ممكن اجي احكيله قصة وكل ما اقوله مثلا في القصة دي اجلس فا اجلس ويقوم يعني انا عامل موسوعة اسمها موسوعة التنمية اللي انتباهوا التركيز في همية تدريب عملي للاطفال لللي انتباهوا التركيز السامية واللي انتباهوا التركيز البصري ومقال في قصة اسمها قصة الملك السعيد فالمفترض ان الام بتقرأ قصة الملك السعيد الملك بيحكي اللي يعني بيتكلم مع الوزراء وبتكلم مع الناس أنا صائغة بشكل فيه دراماتيك شوية ممكن الطفل يسرح فيه أحداث القصة مش ده الهدف خالص الهدف عندي أن كل ما الملك يقول مثلا إيه ووجد الملك أحد الوزراء وقفا فقاله هياه الملك اجلس فأنا عايز الطفل كل ما يسمع كلمة اجلس يقعد ويقوم يقعد وقف يجلس ويطلع داني فيبقى ممكن يسرح في القصة وبعدين والملك لما مش عارف كذا ونفعل الملك لانه في واحد قال له ده في حد مثلا اتقتل برة وبعدين قال له طب اجلس لغات لما اشوف هو مستني يشوف ان اتقتل برة لكنه المفترض انه يقول ايه اجلس المفروض ينتبه السمعيا للكلم اللي انا بقولها يعني تمام اوكي المهم انه طبعا هنا ممكن يبقى فيه شيء من الدعابة كمان يعني عارف بين الام والابن وانت بتنامي اللي انتبهه التركيز السمعي ده زي ايه مثلا وبعدين وجد الملك مجموعة من الوزراء الخفين فخلل الاول اجلس وخلل الثاني اجلس وخلل الثالث اجلس فالوقت طبعا تاك 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 بهذا الشكل يعني يقعد ويقف يقعد ويقف بهذا الشكل فهو بتتحكه فالضحك بيزود اللي انتبهه التركيز التنفس بيزود اللي انتبهه التركيز وفي نفس الوقت يعني ايه فيه حركة في الحركة دي بتزود يعني بتخلي الدورة الدموية تشتغل فتضفق الدم للمخ فيزود دقايق كمان يعني هنا حس الطفل انه ايه لأ خلاص انت هتفرغي الانفعالات بتاعتك كلها وش هتصب بجام غضبك من الزوج او من الشغل على الابن وهتفصليه كمان عن اي حاجة تانية وبعدين تعودوا ايه تذكروا بعد كده طيب في حاجة مهمة جدا جدا احيانا الطفل يميل لان المدة طويلة فالطفل اللي عنده من سن سنتين الى سن سبع قدرته على الاعداء والتركيز السمع من 8 الى 15 دقيقة فارجوكم ما ينفعش تقعد مع الطفل اللي هو ما قبل سبع سنين اكتر من 15 دقيقة ايه ده يعني طول لهم انا زاكر 15 دقيقة بس دكتور لأ هتعمل تدريب وبعدين 15 دقيقة وبعدين ترجع تدريب تاني وبعدين تقعد زاكر 15 دقيقة وانت ماشي طب الطفل اللي بيقمى من 7 الى 12 سنة من 20 دقيقة الى 30 دقيقة وبعد كده اقصى حاجة 45 دقيقة اي حد هيفصل فالمفترض ان انت ايه يعني تفصله وبعدين ترجع تاني لو عايز يكمل لا افصله فصل متعمد يعني بعد 15 دقيقة اذا كنسل له مثلا ايه 7 سنين 5 سنين 10 دقيقة ايه يعني 12 سنة يقعد 30 دقيقة وبعدين يقوم وهكذا طيب هتيجي بعد كده التدريب تقول له مجموعة ارقام وقول له انا هقوله ارقام بالترتيب وفي رقم انا هنساه متعمد هخفيه مش هقوله وانت عليك انك تركز معايا سمعيا ويمكن في حالة دي كما نديك يضاهره عشان ما ببقاش شايف الحرف اه فواحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة تمانية سبعة برافو عليك ممتاز جدا جدا انت تبهت ان الرقم اللي انا مقلتوش فعلا سبعة واقرأ ارقام ارقام وقول بشكل متسلسل ما تنساش رقم لغات لما في مرة تنسى رقم يعني بعد كده طبعا عايز ايه يبقى حنيجي نقول له مثلا كل ما لو نقرت كده هتورقة بيضة وامسك قلم ولو نقرت نقرة بالقلم حط دايرة ها ولو نقرت نقرتين زي كده حط دايرتين طب لو نقرت مثلا تلات نقرات حط تلات دوائر طب لو نقرت نقرة واستنيت شوية وعملت نقرة كده خبط خبطة يبقى دايرة ومسافة وعمل دايرة طيب لو عملت مثلا يبقى نقرت نقرتين واستنيت شوية وحطت ايه ونقرت نقرة يبقى دايرتين ورا بعض وبعدين دايرة طب ثلاث مرات واستنت شوية وبعدين مرتين يبقى ثلاثة وبعدين اتنين وهكذا طبعا الحقيقة انه ممكن اخليه ينقر بقى الم لغات لما قوله قف فيقف طبعا نتفع على كلمة قف لو عملت له كده لا لو قلت له استوب لا لو قلت له قفة لا لو قلت له قفل لا بلعب معي يعني وبعمل تميز سامعي كلمة قف فقط مع ان استوب تمشي لا انا قلت قف معناها برض قف لكن انا قلت قف يبقى بين قر كده لغات لما قلت قف يقف بهذا الشكل يعني وطبعا الحقيقة انه فيه طبعا الحقيقة التدريبات برضه ممكن يبقى الولد يقعد فيه ظهر اخوه يعني ظهر بعض وبعدين يبقى فيه ورقة فيها مربعات ورقة فيها مربعات ويبقى فيه مثلا نجوم صغيرة باشكال معينة او حيوانات او يعني صور فواكه وتقوله المربع رقم واحد حط صورة الفيل المربع رقم اثنين حط مثلا صورة التفاحة المربع رقم ثلاثة حط صورة مثلا السمكة ونفس يعني المربعات مثلا ثلاثة في ثلاثة هيبقى نفس الصورة ثلاثة في ثلاثة بحيث انه يحط الصور هنا والتاني يحط الصور هنا او انه هو برضو فيه جداول وجداول ويلونوا نفس الجداول ده مع الوان اتناشر لون وده مع الوان اتناشر لون ويلونوا نفس المربعات بنفس الالوان فهم كده منتبهين سامعيا ومركزين جدا مرة متدرب ومرة واحد يلعب دور المدرب ومرة المدرب المتدرب يبقى أنا دربت الاتنين مع بعض وبكده نكون يعني الحقيقة فيه تدريبات تانية بس وقت الحلقة انتهى فعايزين نعالج ضعف الانتباه والتركيز او نقص الانتباه او تشاته الانتباه والتركيز السامع لدى اطفالنا او اولادنا الحلقة اللي جاي ان شاء الله هكلم حضرتك بإذن الله عن علاج نقص الانتباه والتركيز البصري ورحمة الله وبركاته